الحرب على الحقيقة والصوت والصورة ناقل أصوات صراخات غزة ما بين شهيد ومصاب ومفقود مائة وخمسة وثلاثون شهيدا من الصحفيين ومائة أسير وأربعة وثمانون مؤسسة مدمرة فبينما يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحفة يواجه الصحفيون في غزة آلة الموت الإسرائيلية التي أصبحت تتخطفهم واحدا تلو الآخر نقابة الصحفيين الفلسطينيين نظمت وقفة أمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة تزامنا مع وقفة أمام مقر النقابة بمدينة البيرة بالضفة لعرض الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الحرية والحقيقة والإنسان في يوم حرية الصحافة العالمي نناشد المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته تجاه الصحفيين وتجاهنا نحن الصحفيات لخصوصية الوضع الراهن الذي نعيشه بعيدا عن عائلاتنا وبعيدا عن منازلنا حتى وإن كانت مدمرة يجب أن لا تبقى هذه المعاهدات مجرد حبر على ورق يجب أن تنفذ على أرض الواقع وأن يكون هناك حماية فعلية للصحفيين والصحفيات للأسف الشديد هذا الدرع كان يفترض أن يكون حاميا لنا لكنه تحول في لحظة وأخرى إلى كفا نرتديه ونحن ندرك تماما أننا يمكن أن نخرج في أي لحظة ولا نعود إلى أهلنا ولا نعود إلى أصدقائنا ولا نعود إلى مكان عملنا منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر أصبح الصحفيون أحد أهداف القصف العشوائي لغارات الاحتلال التي جعلت من الصحفيين هدفا لمطحنة موت في كبح الصورة والصوت لمنع نقل مشاهد المجازر التي يرتكبها في حق الفلسطينيين بغزة الذين كشفوا زيفة رسانة الاحتلال الإعلامية في مثل هذا اليوم المفترض أن يقال للصحفيين أو يعيد الصحفيين على بعضهم البعض بأن يقولوا كل عام وأنتم بخير ولكن لأن هذا العام مختلف فلا خيرا قد عم على الصحفيين في ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحف الفلسطيني كما يستهدف كافة مكونات الشعب الفلسطيني لماذا كل هذا الغيض الإسرائيلي ضد الصحف الفلسطيني؟ الإجابة سهلة وواضحة وبسيطة جدا لأن الصحف الفلسطيني بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي ببناء هذه الماكنة الإعلامية والترسان الإعلامية لكي يصور للعالم بأنه جيشا لا يقهر بأنه جيش لا يستهدف سوى المقاومة وأسلحة المقاومة جاء الصحف الفلسطيني ليكشف زيفة هذه الرواية الإسرائيلية ويكشف هذا الاحتلال الإسرائيلي بأدلة دامغة الإصرار والعزيمة لنقل الحقيقة القوة التي يمتلكها الصحفيون في غزة وهم يمارسون مهام عملهم الصحفية في نقل الحقيقة فسواء لفظوا أنفاسهم الأخيرة فداء لنقل الكلمة أو ماتت عائلاتهم تحت أنقاض قصف المحتل والنزوح في الخيام يبقى الزي الصحفي شامخا بارزا في صور تغطيتهم للأحداث أو مفارقتهم للحياة فظلت الصحافة صوت الحق آبية في الزي الحاضر على أجسادهم وفي الكلمات المنطوقة من أفواههم فلم يتركوا ميدان المعركة لحظة مهما بلغت صعوبة الأمر